تعالوا نشوف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتدريبهم بحضور دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد عثمان الخشط رئيس جامعة القاهرة ويهدف البروتوكول إلى تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وعقد دورات تدريبية للعملين بوزارة التموين ومدرياتها وإدارتها والمكاتب التموينية التابعة لها بكفة محافظات الجمهورية لرفع كفاءتهم وتعظيم دورهم في خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تدريبهم على مهارات التعامل مع طالب الخدمة ومهارات تحليل وحل المشكلات والاتصال المباشر وتنمية مهارات التفكير الابتكاري والإبداع لديهم في تقديم الخدمات وتطويرها كل هدف الحكومة رفع مستوى أداء الخدمة للمواطن وإحنا كوزارة التموين بنتعامل حوالي مع 80% من المجتمع المصري ودلنا الشرف أننا بنتعامل بذلك فكان لابد من أخذ بالأسباب وأننا نرفع من مستوى أداء الخدمة رفع مستوى أداء الخدمة ليس فقط في تبسيط الإجراءات ليس فقط في توضيحها ليس فقط في أن تبقى السلع متاحة ليس فقط في توزيحها وعدالة توزيحها ولكن مراكز أداء الخدمة والمكاتب التموينية كان لابد أن يعاد النظر لها بإحس تكون مراكز أداء خدمة جيد كلمة مركز أداء خدمة جيد ليس فقط هو بالمكان وأننا نعمل مبنى نظيف ولا نبيضه ولا نجيب أجهزة ولا نجيب مكتب كويس ولكن أهم عنصر في تطوير الخدمة هو الموظف وبالتالي كان مهم جدا أننا ندعون مع جامعة القاهرة وأعرف الجماعات في الشرق الأوسط جميعا وفي أفريقيا وفي نفس الوقت أسد عظام لهم من الخبرات العلمية والعملية بهيس يستطيعوا أنهم يقضوا برنامج يؤدي إلى فعلا رفع قدرات الموظفين بالإضافة إلى معرفتهم الأساس العلمي لتقديم الخدمة في الحقيقة نهاردة وقعنا بروتوكول التعاون مهم جدا بين جامعة القاهرة وزارة التموين في إطار تدريب العاملين بمدريات التموين ومكاتب التموين التابعين لوزارة التموين من أجل تحسين طريقة الأداء القدرة على التواصل مع الجمهور القدرة على تقديم خدمة جيدة القدرة على الحل الأزمات القدرة على إنجاز العمل بطريقة غير بيروقراطية وسريعة وده بيأتي في دور جامعة القاهرة اللي احنا أكدنا عليه منذ عام مضى وأن جامعة القاهرة لابد أن تشارك وتساهم بمساهمة كبيرة ومحورية في كل المشروعات القومية والتموينية وأيضا في رفع كفاءة الأداء في العديد من الوزارات التي تحتاج إلى خبرات جامعة القاهرة دور جامعة القاهرة ليس فقط دور أكاديمي إن احنا ندي الأولادنا المعرفة الأكاديمية ولكن أيضا دورنا دور خدمية فتوقيع بروتوكول النهاردة يدخل ضمن نطاق تقديم الجامعة لخدماتها للمجتمع من خلال تقديم خدمات التدريب والاستشارات وزارة التموين من وزارات مهمة جدا وتتعامل مع عدد كبير جدا من الشعب المصري وبالتالي تقديم خدمة جيدة ده أحد الأهداف الأساسية وبالتالي جاء توقيع بروتوكول لتنمية قدرات الموظفين في مكاتب التموين لحسن التعامل مع الجمهور الحقيقة البرتوكول عبارة عن مبادرة متميزة الحقيقة من جانب الوزارة بتوجهات من معالي الوزير وقادها الحقيقة خالد بي شارف الحقيقة بالتعاون معنا في مركز البحث والدراسات تجارية وكانت المبادرة عبارة عن أعداد منظومة كاملة لتدريب العاملين في قطاعات الوزارة وفي مدريات التموين والمكاتب التابعة لها التدريب في مضمون الحقيقة موجود في الوزارة لكن المبادرة بتاخد جانب التركيز على دور موظفي وزارة التموين في خدمة المواطن وفي تقديم الخدمات المختلفة اللي تقدموها من خلال المكاتب والمدريات بشكل أكثر تمييزا وأكثر راحة للمواطن المصري لازم نفكر أن احنا قبل ما نبدأ نشتغل في بنية تحتية وفي نظم معلومات أن احنا نستثمر في أهم عنصر الاستثمار آلا هو العنصر البشري الاستثمار في العنصر البشري هو أنا بعتبره بوابة الاستثمار لو أنا هعمل بنية معلوماتية ولو أنا هعمل تطوير إنشائي ومكاني إذا ما كانش العنصر البشري يبقى على التوازي بيتم تأهيله علشان يواكب التطورات اللي هتتم يبقى النتيجة مش هكون زي ما احنا بنرجو فكان التركيز على العنصر البشري بالضرورة وبالدرجة الأولى وده أول محور من محاور برنامج الحكومة في مشروعات الوزارة وزارة التموين واحدة من الوزارات الخدمية المهمة جدا لدرجة إن الناس أحيانا بتقيم أداء الحكومة بأداء وزارة التموين اللي حصل النهاردة هو تعاون جديد ما بين وزارة التموين وجامعة القاهرة الهدف منه هو تحسين أداء موظفي وزارة التموين علشان يفهموا يعني إيه خدمة ويقدموا الخدمات بشكل كويس لمواطنين خصوصا إن المواطنين اللي بيجوا لوزارة التموين أو لمكاتب التموين بيكون عندهم عدد كبير من المشاكل نفسهم إنها تتحل من جامعة القاهرة فريد إدور سي تي في